اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودعم اتخاذ القرار من مجلس الوزراء المصري ونشكر المستشارة الاعلامية دينا سمير موسى مسؤول التنظيم مبادرة تحية مصر حيوتي مرسي قوي والله يبارك فيك شكرا اول حاجة بقى عايزين نسألك ليه دايما كبار السن والمسنين بيحتاجوا معاملة خاصة طيب هو طبعا بداية لو هنتكلم في اطار الاتيكيت الاجتماعي دايما يعني الاتيكيت الاجتماع بيحتم علينا احترام الكبار السن والاباء والامهات خصوصا ان في المحالة دي بيكونوا اكثر حساسية طيب وانا دايما بنوى في كل حلقاتي ان الاتيكيت اصلا ما جينا درسنا لانه مقتبس من الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة طيب فا ايه ربنا نزل لنا ايه في كتابه خدناه اللي هي القواعد بقى الربونية علشان نعملهم بالرحمة دي اول حاجة ربنا قلقي بالولدين احسانة ايه بقى القعدة تانية لا تكن لهم اوفن لا تنهرهما وكل لهم كولا كريما واخفض لهم جناحة الزلي من الرحمة حطي بقى كلمة الرحمة ما بين كوسين لو احنا تعاملنا في كل تعاملاتنا مع اباءنا او اجدادنا بالرحمة هي دي فعلا مثال المعاملة بالاتيكيت الصحيح في السن ده ناس كتير يعني لما مثلا بيلاقوا كبار السن او كده ما بيبقاش عندهم القلقة او طعنهم يستحملوهم فبيبقى ساعات اسلوبهم جافة معهم شوية بصي انا عايزة اقول للناس كبار السن لما بيكبروا قوي بيرجعوا اطفال تاني شو في الاطفال لما بنجي مثلا نخلف اولاد صغيرين بنعملهم ازاي وبنسيسهم ازاي وبنأكلهم وبنشربهم وبناخد بيديهم وبنعلمهم يمشوا واحنا بقى فرحانين بيهم قوي كبار السن برضو اول ما بيوصلوا للمرحلة دي بيرجعوا اطفال تاني فاللي احنا كنا بنعملهم مع اولادنا هما صغيرين ده اللي احنا بنعملوا معهم طب ازاي نتم بيهم بطريقة صحيحة بالزبط اول حاجة احنا زي ما احنا قلنا الرحمة نعملهم برحمة فيه بقى بعض التصرفات يعني ان احنا بلاش نحجر عليهم يعني هما بيبقوا طبعا زهقانين من كتر القادة في البيت فهم يبقوا عايزين وهم يخرجوا يعني يتفسحوا شوية طبعا مع مشاغل الحياة واحنا بنبقى على طول عندنا شغل وفيش اجازات كتير فدايمن بنقولهم لا احنا مش فضلين فلو مثلا احنا عدد الاخوات اتنين او تلاتة بنقسم مثلا كل يومين على واحد مننا بيحاول هو يزور يعني يزور الام او الاب او يخدهم يفسحهم يغيروا جو شوية بحيث ان هي التعامل بتاعهم يكون في مواد ده ورهم تاني حاجة كمان عايز اقول بقى النقطة كمان بتديني جدا ان ساعت لو الحفيد الاصغر او الابن الاصغر عايش لسه مع الاب والام هما كبار في السن في حاجة سنعب تزاز عاطفي يعني عشان بقى الصغير وقاعد معيهم يوجد يطلب طلبات كتيرا جدا يعني ملهاش اي قيمة بس المجرد ان هو يخدهم فلوسته للوقت انا عايز مثلا موبايل احدث نوع عايز لبس من براند مثلا معين عايز مثلا اخرج مع صحابي سافر مكان معين اخر عنقود بقى وكبار اخر عنقود فمتدلع فطبعا هما طبعا عشان بيحبوا قوي فبيلبوا لكل طلباته ورغم ان هما ممكن يكونوا من جويهم متأثرين نفسيا فبدأ بقول اسمه ابتزاز عاطفي بلاش ان انا يعني عشان انا قاعد معيهم فهم يدفعوا تمن قاعدتي معيهم فناخد بالنا جدا من النقطة دي ان هما بيقفهمين بس هما مش عايزين يفقدوا حبهم يعني حبوا ليهم وان هو قاعد معيهم فبيضطروا ان هما يوافقوا على كل طلباته فده مش من الاتيكيت ابدا ان انا استغل مشاعر حبهم لي في حاجة زي كده فليزن ناخد بالنا قوي من النقطة دي طب ايه هو مرض الشيخوخة كلمينا شوية عن مرض الشيخوخة وازاي نتعامل مع المرض ده باسلوب اتيكات طيب بوسي هو عمدا الشيخوخة ما يعتبرش مرض هو يعتبر مرحلة عمرية معينة احنا كلنا هنمر بيها فهو لانه مش مرض موزمن او بناخد له مثلا علاج معين لأ هي مرحلة عمرية عارفة يعني دايما بقولي ناس فاكري مرحلة المراهقة شوفي الاهلي كانوا بيبقوا دايما بيقروا او في المرحلة دي ازاي يعملوا اولادهم وازاي ان هما يعني ياخدوا بالهم منهم متصرفاتهم فمرحلة الشيخوخة يعني ما تقلش اهمية ابدا عن مرحلة المراهقة طبعا في المرحلة دي بتعرض المسن لحاجات كتير قوي يعني اول حاجة نقص الكولاجين في جسمه كله دمور في خلايا المخ فبيخليه طول الوقت عصبي فممكن يعني مسلا يقول لابنه او حفيده حاجة تعصبه فبالتالي انت ما تردش عليه اي حاجة يقولها حاوة تضغادة عن كل الكلام اللي بيقوله لانه هو قرد يبقى تعبين وبيبقى مش في حالته الصحية زي زمان السليمة فبلايش ان احنا كل كلمة يقولها يعني زي بيقوله ايه بالعالمية بلايش ندقق قوي على كلامهم يعني نحاول ان احنا نضغادة ومش مهم المهما قال يعني بحاول احنا برضو نراضيه طول الوقت النقطة التانية بقى كمان مهمة جدا في مرحلة الشيخوخة ان يعني طبعا لانه هو تعبين اتكلم معي يعني شاركوا في حياتنا الاجتماعية في مشكلة انا خلاص كبرت وعندي حياتي وعباخد كرات في حياتي لكن مفيش مشكلة لما اقعد مثلا مع والدي او والدتي اللي هو كبر في السن واحكي لهم مثلا المشكلة دي واخد رأيهم حتى لو رأيهم في المرحلة دي مش هيبقى مهمة حتى لو رأيهم فعلا مش مهمة او مش هتعملي بس مجرد ان تحسسيهم باحترام او باهتمام او انهم لسه لهم اهمية في حياتك دي في حد ذاتها شيء حيديهم يعني انهم حاسين انهم يعني على قيد الحياة قيد الانسانية وانه لسه لهم كما معنا في الحقيقة فناخد بالنا جدا من النقطة دي طب احنا لما نروح نزور مثلا مسن في المستشفى يعني بيبقى ايه اسلوب الاتيكات في التعامل معي طيب بصي هوازيات المستشفى مثلا لها اتكات يعني كبير جدا بس احنا طبعا النهاردة نحاول نقتصر في مرحلة بس اللي هو احنا بنروح نزور حد مسن سواء من اهلنا او حتى من قريب اول حاجة في القواعد الاتيكات وحنا بنزور لحد في المستشفى لازم ان احنا نلتزم جدا يا جماعة ودعم ان بقول بالقواعد بتاعت المستشفى يعني فيه مثلا مواد زيارة ما جيش قبل المعيد او بعد المعيد الزيارة وعمل مشكلة لأنا لازم ادخل دلوقتي لأ التزم فيه موايد معينة للزيارة بلتزم بيها فيه ناس من كتر حالتها وانفعلها على المريض ده بتلاقيها منفعلة وعايزة ادخل دلوقتي اه بالزبط اه بالزبط اه بتعمل ده وشباه واللي تعايت ومشالكيه ايوه ده اصلا بحس انه ممكن يأثر على نفسية المريض بالسلب بالزبط طبعا لاني كمان هو مش في معيد يعني هو مش جاي في معيد الزيارة وكمان فيه مرضى تانين موجودين فبالش ان انا اعمل مشكلة وعليه صوتي قالنا ملتزمتش خلص بالمعادل اللي انا جد فيه يبقى انا مفروض ان انا احترم كواعد ورول زيارة المستشفى وان انا ما ادخلش تانية حاجة بقى عايزة اقولها جميل قوي قوي بقى واحنا رح نزور حد مريض لو قريب دينا ان احنا نعمله اكل بيدينا طبعا المستشفى ليه الاكل بتاعه اكل صحي بس طبعا بيبقى طعمه مش جميل خالص يعني انا تذكر والدتي زمين ايام كان جدي تعبين في المستشفى كانت هي تحب دايما تعمله الاكل بيديها بس بترجع للطبيب المعالج هل الاكل ده صحي هل مناسب للحالته طب هل مثلا حتى مقادير الاكل تسأله ومحط ملح قد ايه بغارة قد ايه بحس هل هيئذيه ولا لا فبتاخد التعليمات من الدكتور وبتعمله الاكلة مش عايزة اقولك ويا دخل عليه المستشفى ويعمل له الاكل بيديها قد ايه بيبقوا فرحانين ويروح المعنوية بتاعتهم ترتفع جدا لما يلاقي يعني بنته او ابنه او زوجة ابنه عملاله الاكل بنفسها فبيبقى مبسوط جدا فطبعا بتحاول يعني يتخفف عنه شوية ومجرد ما احس ان فيه اهتمام بيون الناس قلبها عليه وكده ده من نفسه حاجة انها بترفع معنوياته طبعا وفيه بقى حاجة كمان يا جمال لما بنيجي نزور العيين او المسن طبعا انه كبير ممكن ما يكونش بيسمع يعني الاذ اوي سمع قال له عنده اوي فبتليه بيقعد جنبه على السرير ده خطر جدا اول مش من الاتيكيت تاني حاجة خطر جدا لأ احنا بنجيب الكورسي وبنعود جنبه يعني بنقرب اوي الكورسي ليه وبنعود جنبه برضو وبنساعده تلمعين طب ايه بقى الخطر ان هو يقعد جنبه على السرير ما هو اريدي هو تعبان وبياخد مثلا ادوية معينة كن في عدوى مثلا في مثلا هو يعني ممكن اقول او عدوى في انواع من بكتريا معينة بتبقى حوالين السرير انت متبقش انت نفسك ما بتبقش معقمة وانت دخلاله فممكن تكون انت كنت برا سلمتش على حد او مسكت حاجة انت نفسك ايدك فيها تلوث فمجرد بتعودي جنبه على السرير او بتمسكي ممكن بيبقى خطر برضو عالي يعني بيبقى خطر عليكي وخطر علي وحتم مش من الشياكة يعني ممكن كمان انت عارفة دايما في المستشفىات السرير بتبقى صغيرة جدا فاحنا بنشي كان احنا ناخد الكرسي وبنات جنبي بنتكلم معي بصورة طبعا براها عشان لو في مرضى معي في نفس الغرفة ما يبقاش يعني سمعين معنا الحوار في حاجة تاني يبقى غرض جدا بنعملها لو احنا رحين كل الاخوات نزور الاب وحالته مثلا خطيرة جدا برضو مش من الاتيكيت او من الرحمة ان انا قعد قعاية قدامه عشان حسسه قد ايه ان انا زعلين على حالته لازم على قد منقدر يا جماعة يكون عندنا سبات انفعيلي ونسيطر على مشاعرنا على قد منقدر عشان تقويه هو نفسه اطلاع انه هو يتعافى بسرعة وتحسسين فيه امل وان ان شاء الله هيخف لو عادت عياتي قدامه هو هيتأثر يعني لما تشجعي بالعكس ولا انت هتبقى كويس وان شاء الله خير وكده يعني ترفعي اكتر من روحه المانوية طبعا ولين هو كمان بتأثر طبعا انت عارفين قصر اورجي واتعبين وعنده حساسية جدا من اي موقف فبالتالي ما يشوف اورده بعياته عليه ده هيقلل من روحه المانوية فاحنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نمسك نفسه حاجة تانية سعادة اخوة في عين بيبقى نايم فاحنا بنوض مع بعضهم نتكلم بسوتواتي ونحكي عن حالته وعلى فكرة هو احتمال كبير جدا ما يكونش نايم ويكون صاحي بس يعني مريح شوية بس سمع كل الحوار اللي موجود في الغرفة فناخد بالنا طبعا يقصر عليه نفسيا جدا يحس ان الامل في الشفاء مثلا ضعيف وكده فيبدأ بقى انه يعني يقس اكتر يعني كي برضو بعد المرضى او كده ممكن يقسه ميردوش بقى ياخدوا العلاج بانتظام ما خلاص ما فيش فايدة نفسيتهم تبقى وحشة طبعا العامل النفسي اساسا في اي مرات بيبقى لوع يعني مهم جدا في الشفاء واحيان كانوا ممكن يتكلف كلام تاني مش على حالته قصة حصلت حاجة بعيزة حكو فبرضو بتيجي علي بالعكس انتو مش مهتمين بيا وبحالتي مش فارق معيكو وعم تحكو حكايات تانية مثلا عن شغلوكو وعن صحابكو فناخد بالنام لأ يعني خلاص اصحية الزيارة عايز اقولك برضو بنلقيت كده بتبقى اكتر حاجة نص ساعة انا حبكتش يعني نوما يتكلموا بوقت الزيارة مش شرط وكمان بلاش نبقى فاتحيني موبايل كل ما يجي تليفون رد هي الزيارة كلها بتبقى نوصي ساعة ساعة فنحاول حتى الوقت ده نقعد معي لنتكلم معي بلاش نطول الوقت نقعد مشغولين بالموبايل قدامه برضو مش مستهلة يعني برضو مش من الاتيكيت ومش من الشيكة ومش من الرحمة ان هو يفضل شايفني انا عامل ان انا بزوره لكن انا مشغولة بحاجة تانية خالص فدي برضو يعني مهمة جدا اخر بس حاجة عايز اقولها لما نجي نحكي له حكاية وهو قاعد معنا في المستشفى دايما نختار الحكاية يعني حكاية المفرحة يعني مثلا ممكن يكون في حصل في الوقت ده حالة وفاة في الليلة ببقاش هو كمان تعبين وفي سري المرض واجه اقول له انت عريف ده ابن خلتك توفى طب ازاي يعني اقول له كده هو اصلا تعبان جدا هيبدأ بقى يقول انا خلاص الدور علي طبعا ويبدأ نفسي توتسوق وكده فلازم يقفى يعني اختيار في الموقف تقولي ايه ما تقوليش ايه فلازم نختار حتى الكلام اللي هنقوله يكون ايه فده طبعا يعني مهم جدا طب بالنسبة بقى المرض الزهايمر بالنسبة الناس اللي بتعاني من الزهايمر ايه اسلوب الاتيكات في التعامل معي طيب بوسي هو مرض الزهايمر بيمر بكذا مرحلة طبعا المرحلة الاولينية بيبقى خفيفة شوية بس مجرد ما المريض او المسن بيدخل في مرحلة الزهايمر بيبدأ انه يدخل في مرحلة اكتئاب لان هو بيبدأ يحس انه فقط امته وهبته انه بقى ينسى حاجات كتير جدا فلازم احنا بسرعة بسرعة نحاول حتى نساعده انه هو يبدأ يتذكر يعني طبعا هو بيبقى فيه طبيب معالك فيه ادوية معينة بيخدها علشان تأوز ذاكرة شوية بس دايما بنعمل ايه وحنا عادينا ما نجيب له السور القديمة هم دايما بيتذكروا يعني الاحداث القديمة يعني يوم لما بيشوفوا السور بيبدأوا يتذكروا فيه بقى نقطة يعني انا مثلا مريد زهايمر وقعد مع ابني فحكيت له قصة قديمة جدا فكل ما شوفه انا نسيتنا انا حكيت هيلو فحكيها له تاني حتى هي سيدي لو حكيها لك مئة مرة ما تكسفوش وتقوله انت حكيتلي القصة دي يا بابا كتير جدا خلاص انا حفزتها كده اول حاجة انت بتحريجي لانه وارد جدا نكون نسي انه هو قردي حكيها في نفس الوقت انت بتحسنه انت انك حديث مملك جدا وانت مش عايز تسمعه فلا يعني مهما حكى القصة اكتر من مرة نسمعه بلاش نصده ونقول له اخراس انا انت حكيت هيلو بابدأ برضو نفس الحكاية في الوقت ده بالزيت بحكي له القصص برضو الجميلة المفرحة حاجات انجازات عملة في حياته قديمة او الولده او الولدته انت زمين كان شكلك شوفي ازاي كنت بتشتغلي ايه شوفي انت خدتي مثلا مكافأ ايه او تكريم منين عارفة تحكينه حاجات اللي هي ترفع روحه المعنوية وتخليه ان هو ممكن فعلا يتذكر الحكاية دي طب لو مرد الزمين دخل بقى المراحل المتأخرة اللي هو يعني بقى ينسى كل حاجة احيانا طبعا يبقى فيه مخاطر كثير في محادي ساعات هل ممكن ان هو ما يفتكرش اللي قدام طبعا نهائيا وبقى دايما انها اعتخايف طول الوقت انتم مين يعني عارفة مش فاكر احيانا طبعا ببقى فيه بيرجع زي ما قلت طفلي تاني احيانا هو قاعد بينسى نعايز يعني مثلا يتبول ممكن يتبول على نفسه ممكن هو بيأكل يوقع الاكل فبالاش تبقي حاسين انت مثلا فيه مثلا استأتي او مثلا يرفتي منه او كده لان زي ما قلنا بيرجعه اطفال تاني فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نحسسوش يعني ان هو خلاص شخص او نجيب له كورسي مثلا في البيت لان هو كمان بيبقاش قادر يمشي اولا في مراحلة متأخرة ففيه كورسي متحرك ليهم فبيعودوا فدايما بقى فيه ناس بيشوفهم بيسيبوهم كده قاعدين لكنهم مش عايشين مجرد يأكلوهم وبس ويعيشهم حياتهم ويحكوا ويتكلموا ويسامع كل حيجة بس هما يعني زي ما نقول يعني رمينه ده برضو غلط جدا بالعكس خصوصا لو فيه بقى احفاد نخلي الاحفاد يبقوا حواليه يلعبوا معاه فيه فيلم اجنبي شفته من فترة عجبني جدا كان برضو والد شخص الوالد البطل كان يعني بقى عنده مرض الزهايمر ونسي كل حيجة مش هازه قلك ابنك عمل معاي عشان يرجع له ذاكرته كان بيساعده ازاي فواحد زي منه بيقوله يعني هو اصلا مش عارفك يتبتعمل معك كل المجهود ده هو اصلا مش عارفك طب هل العامل النفسي ممكن يبقى له تأثير على ان مريض الزهايمر حالته تتحسن اه طبعا انا لسه بقولك الوقت نحاول ناضق معاه نتكلم يعني فيه احاجات هو عملها قديمة بنرجع له الزاكرة بنتخرجه معاهنا بنفسحه ونخلي الاحفاة تقعد حاوليه تلعب معاه وبرزه ما نقولت نحن بنشاركه يعني حتى لو فيه حاجة مشكلة في البيت او في حاجة بنشاركه مجرد بس يحس ان هو على قيد الحياة احنا هو عيش معاهنا مش مجرد ان هو زي جسة هامدة على الكورسي فزي ما انت فكرتيني زي ما بقولك في الفيلم فهو بيقوله انت بتعمل معك قولي ده هو اصلا مش فاكرك هو مش عارف اصلا انت مين قاله بس انا عارف هو مين فلازم اعمل معاه كده واكتر من كده كمين فلازم يا جماعي يعني بعد الحلقة دي نحاول نخلي بالنا جدا متصرفاتنا احنا زي ما يقول كما زي ما انا هعامل اهلي اولادي ما يكبروا هيعملوني ازاي وبرزه حاجة مهمة انا كماما وكبابا لما انا بخالف اولادي وبعملهم بمنتهى الحب وبعملهم كل حاجة جميلة هم برضو لما يكبروا هيعملوني بحب وهيعملوني كل انا عايزة لما سني يكبر وان انا بقى محتاجه فعرفتي ازاي فهي يعني زي ما نقول كلنا بنرد الجميل لبعض فنخلي بالنا جدا من النقطة دي يكيب طبعا زي ما هتعملي حد حيعملك يعني سواء مش بس مع الاهل حتى لو مع واحدة صاحبتك مثلا هتقدر يحط وقف معها في موقف هتلاقي طبعا منها جدعانة في موقف تاني الكلام ده لكن لما حتبقى مثلا مش كويس مع والديك او كده حتسيجي ولادك بعد كده لما تكبر مش هيعملك عشو كده يعني عقوك الوالدين بيبقى دنيا واخرى يعني بتردلك في الدنيا وزي ما قولنا في عقوك والدين في وزي ما قولنا عقوك والدين في عقوك ابناء يعني احنا برضو ممكن انا كنت طول العمر مهملة اولادي انا منتظر ايه لما اكبر هم هيعملوني ازاي او هيعملوا معي ايه اكيد طبعا قدامهم مع جدهم وجدتهم قدامهم ازاي هما لما يكبروا هيتعاملوا معي انا ازاي فنقود بالنبوسي كل التصارفات دي في حاجات صغيرة جدا بس بتفرق قوي في التعامل يعني طب عايزين شوية نصايح بقى تخلينا نقدر نعيش حياة افضل يعني تنتحي بيها الناس او طيب خلاص احنا بقى بعيدة عن موضوع الحلقة عن التعامل مع الموسيين الكبر السن لو نتكلم بقى عن الحياة عموما جنرال ازاي انا عيش حياتي سعيد في حياتي او انا دمان بقول ايه لايف ستايل معين عن طريق برضو خصائص الاتيكيت لو عملتها هخلي حياتي افضل عشان انا ملاحظة ان الناس كتير جدا الفترة دي كل ما اتكلمي حد انا مكتعبة انا مكتعبة ايوه الناس كلها مدهم مش حلو كده في مدعم كده ايوه فمش عارفة هي المشكلة من ايه بزي حقيقة حقيقة بصي هقولك حاجة انت عارفة اليوم كم ساعة 24 ساعة طبعا في منهم 8-9 ساعات نوم وفي منهم 8-9 ساعات شوال ففي بعض الساعات خلاص احنا متوفرة لنا احنا نقدر نعمل فيهم حاجات كتير قوي لو احنا عملنا خطة لحياتنا او خطة اسبوعية ان احنا ازاي نعيش حياتنا بطريقة جميلة او نغير لايف ستايل حياتنا كلها يعني ممكن ان انا اول حاجة اعمل علاقات مع الناس في ناس لا دايما بيتوتية قوي او بتخاف من التعامل مع الناس ما انت دايما تحسي بالوحدة والمالة لا لازم يكون دايرة علاقاتي كبيرة وبعدين اختار بعناية من الاشخاص اللي انا احب ان هم يدخلوا حياتي يعني برضو لازم اختار اشخاص ايجابية اشخاص يعني خلوا حياتي احلى مش اصلا هل انت تصحي انه يبقى فيه معارف كتير في الحياة واصحاب كتير ولا مثلا واحد اتنين قريبين وخلاص يعني فيه وجهة نظر بتقول كده وفيه ناس بتبقى لا تحب يبقى عندها معارف من هنا ومن هنا واجتماعية فانه الافضل في وجهة نظر ابو اسم هو المعارف يعني جزئين يعني بقول الجزء الاول اللي هو اللي بيبقى الكلوز منك قوي انت فاهم تختاري الشخص اتنين او تلاتة ماكسمال تلاتة بالكتير قوي بعارفين كل حاجة عن حياتك واصرارك بقيت انت واثقة فيهم بقيت الناس بتبقى يعني مجرد صدقات عامة طبع العلاقات والعلاقات يعني فيها محبة بتعلاقات هي قصة تحية بس موجودة في حياتك زي مثل اصحابك قاعدة النادي بتعودي مع مثلا جروب امهات معيك او اسحاب بس مشكلهم هتلاقي مثلا اتنين تلاتة طبو هل انت بتنصحي يعني بانك تقدري تطلعي اسرارك كلها للشخص معين فعلا يعني لو في حد كلوز منك او كده ولا تخلي اسرارك لنفسك احسن بسي هاو قولك حاجة هو انا متى كشخصيتي انا بيجي اقول اسرار بس بقول الاسرار اللي هي مش هتئزيني في حيات لو الشخص حصل بيني وبينه مشكلة وقالها فده كل نفس باني مرة سمعت الجملة بتقول صدرك اوسع لسررك ايو بالزبط برافو عليك للأسف دلوقتي في الزمن ده مش كل الناس تتأمن انك تحكي لها اسرارها في ناس اللي هي تلاقيها اول ما تتخنق معاك ولا تقدر العشرة ولا الكلام ده خالص يعني طبعا ده حاجة سيئة جدا اذا خاصة مفجر من ايات المنافق من ايات المنافق سيئة سيئة منهم اذا خاصة مفجر فعش كالا بقولك انت لما تختاري حد قريب منك تعرفي كويس لبزن تبقي واثقة فيني لو حصل مشكلة بينك وبينه مش هيطلع برا يتكلم ويقول الاسرار فانا برضه منقول للانسان انت ممكن تحكي سار بس تبقى عارف بينك وبنفسك لو غدر بك الشخص اللي قدامك السر ده ميزيش يعني مش فيه ازيك في حياتك فناخد بالنا جدا مش كل حاجة ان احنا برضه نقولها ساعت بحب اخد رأيي اللي قدامي في قصة معاناة في حياتي بس عايزة اقولي يا جماعة مهما تاخدوا رأيي اللي قدامك انت مش انت الوحيد اللي هتقدر تعرف بالزبط انت حياتك ماشي ازاي وايه اللي انت هتعمله يعني انت اكتر حد هتقدر تاخد قرار في موضوع يخصك لان اللي قدامك لا هو عايش ظروفك ولا كل خطوة حاسس بيها زيك طبعا ممكن تستشير حد لان ساعات ممكن تاخد بعض القرارات للخطأ يعني ملمة بظروفك كلها ده حقيقي عايزة اقولي الناس اول حاجة بلاش يعني في حياتي اكون عايش مهمش يعني من ضمن الحاجات لاتخليش ساعات في حياتي باش عايش ان انا باشتغلوا باكلوا بس لأ لازم اكون عندي دراية باللي بيحصل في العالم الخارجي الحوالية بالزبط لا لازم اعرف ايه بيحصل في البلد بيحصل فيها ايه ايه لحاجات كل يوم حلوقتي طبعا في عصر السرعة كل يوم بيحصل حاجات كتير جدا وتطور كبير قوي لازم اشان انا عايش ساعات في حياتي لازم ان انا اواكب التطور اواكب العصر مفيش مشكلة كل فترة اغير اللوك بتاعي اروح مثلا العب رياضة معينة اروح جامع معين اغير من شكل جسمي كل دوت هيخليني عايش يعني اما حاجة ان انا اعلي السكة بالنفس كل ما اعلي سكتي بنفسي كل ما عايش مرتاح ومبسوط طب ويعني كيفية اختيار الاصدقاء من وجهة نظرك لان ناس كتير جدا بتلاقيها دلوقتي عالطول تتخنم مع بعض وماتكملش أصدقاء مع بعض وتندم وكلا واحد ييقولك هانا اص متخلتني ان انا طيب بزيادة طب هو هو يمكن الشرير شاكل حد يمزح عليك بسانت ولا ايه انا بتكلم معروما يعني عشان ده مشاكل كتير ممكن تعبليها دا حقيقي مش مشاكل شخصية بس مشاكل بتواجيها بتشوفيها مثلا على السوشيال ميديا بتلاقي كلام ده كتير فنقدر ان احنا نفيد كل الناس اللي بيتابعونا نقول لهم وجاءت نظر لان الناس كتير جدا تبقى حاسة ان هي اللي طيبة وبقيت الناس كلها فيعني تقدر يتقول لهم ايه دوله هقولك حاجة هو عمتا يعني احنا كلنا بنتعرض بمشاكل مع أصحابنا ولكن برضو المشاكل يعني مراحل في مشاكل سهلة بتتحلي بسهولة بتراضي بسيط وبنقدر ان احنا نصلح الموضوع وبنتصلح في مشاكل دايما نقول خليه مع صاحبي دي الاخر بعيوبه يعني انا كنت كتبت مقال اسمه اتكيت التعامل مع شخصية الحكودة وكان بد منهم لو صديقك المقرب بيحكد عليك وانت عارف متأكد وبيحكد عليك هتعامل معه ازاي عندما بنصحش الناس تخسر بعض كلنا متعرضين بالمواقف دي بالضبط خلاص انا عارف كل عيوب صاحبي وانا نفسي في عيوب اوكي فانا خلاص اخترته بشكله بعيوب ومميزاته ولكن دايما نقول لو وسل العيوب في لازى الشخص انه هيئزيني لأ ساعاته انا بقطع اللي انا اقطع علاقتي بي لكن لو عيوب يعني ممكن انك تتقبليها او تتعايش معيها ففي الحالة دي خلاص لان ما فيش حد من غير عيوب بالضبط ولكن انا دايما بقول للشخص اللي بقى مثلا صديقك وعمل معك مشكلة او بيحكد عليك اكيد هو عنده مشكلة اهو بيجري منك ليه ممكن تكون انت غزبين عنك او عني بتبعها بحاجة عندي مش عنده فبالتالي بصير غيرته في جملة بتقول لك في صاحبك على عيبه او ده حقيقي بس زي ما نقولت بس الحد لمت معين مش اقضى لعيبه بس كده او فناخد بالنا جدا يا جماعة من اصحابنا واول اهم حاجة من الاتيكات ان احنا مناخسرش بعض نفضل كلنا مرتبطين ببعض اللي عني لاخر اللحظة وصلنا لنهية حلقتنا واشكرك دكتورة شريهان كانت حلقة جميلة صراحة واتمنى تكونوا استفدتوا معينا النهاردة ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا حواذيت مصري اشتركوا في القناة